أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل لشوشة ضرورة توفير مخازن استراتيجية تستوعب كل المساعدات المواجهة إلى غزة الموجودة في المحافظة جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصريب الأحمر والهلال الأحمر خلال زيارته إلى مدينة العريشة حيث وجه بإنشاء مركز للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين والمتعاملين معهم لإعادة تأهيلهم نفسيا عقب الأحداث التي تشهدها غزة من جانبه ثمان الوفد الدور الذي تقوم به محافظة شمال سيناء ممثلة في الهلال الأحمر المصري في استقبال وإصال المساعدات إلى القطاع